تجاوزت قيمة المشروعات التنموية والتعليمية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين قيمة السبعة مليارات ومئة وثلاثة وتسعين مليون ريال ومنها مشاريع شركة سعودية للكهرباء والتي شملت خمس محطات جديدة تجاوزت قيمتها المليار وستمائة وثمانين مليون ريال وإضا مشاريع وزارة البيئة والمياه والزراع حيث تم تنفيذ خزان شرق المدينة المنورة وسعته خمسمائة ألف متر مكعب بتكلفة إجمالية بلغت مائة وخمسة وثلاثين مليون ريال كما جاء من ضمن هذه المشروعات مشاريع المؤسسة العامة للحبوب حيث تم إنشاء المطحنة الثانية بالمدينة المنورة بطاقة انتاجية تبلغ ستمائة طن للقمح في اليوم بقيمة بلغت أكثر من مائة وثلاثة وسبعين مليون وتسعمائة وسبع وعشرين ألف ريال أيضا مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة واسم المشروع المرحلة الثالثة من نظام نقل مياه ينبع المدينة المنورة بتكلفة تجاوزت المليار وستمائة وستة ملايين ريال كذلك مشروع الجامعة الإسلامية في المدينة حيث تم إنشاء عدد من المشاريع في الجامعة بقيمة إجمالية تجاوزت ثلاثمائة وستة وتسعين مليون وخمسة عشر ألف ريال كما تم افتتاح عدد أربع عشرة مدرسة بنين وبنات وعدد من المشروعات الأخرى بقيمة تجاوزت مائة وواحد وثلاثين مليون وخمسمائة وتسعة عشر ألف ريال في عدد من محافظات المدينة المنورة كما جاء من ضمن هذه المشاريع مشاريع وزارة النقل حيث تم تدشين عدد من المشروعات في الطرق ومحطة قطار الحرمين وتوسعة ميناء الملك فهد الصناعي بقيمة تجاوزت ثلاثة مليارات وسبعين مليون ريال كما بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات كافة سبعة مليارات ومائة وثلاثة وتسعين مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألفا واربعمائة وخمسين ريالا ترجمة نانسي قنقر